هذه حقوق محفوظة للكويت وهذا لا يمس وهذه حقوق حقوقنا وثروتنا الطبيعية لا أحد يمتلكها لا أحد يساهم فيها مساهمة ولا تحجز الكميات في كتب ودفاتر الشركات النفطية العملاقة أو بما يسمى البوكريزير كان من المفروض أنه فعلا المجلس الأمة الكل في الكويت يدري ويعلم أنه ما عندنا خبرات في الغاز وما المانا أننا نستعين بعدة شركات بدلا من شركة واحدة ونعتفد عليها حلو إذن النهاردة يعني الواقع يحتم علينا أن نرى المخاطر التي تحيط بسوق النفط والواقع يحتم علينا أن نرى بالتحديد التطورات التكنولوجية دولة الكويت من الضروري في ظل العولمة وفي ظل التطور التقني على مستوى العالم أن تبحث على بداء النفطية لأن البداء النهاردة هي تنويع في مصادر الدخل أكيد فهل لدينا القدرة على أن نحن نصطدم بالواقع ونحارب أي فكر يحارب هذا الفكر لا لا أبدا ونصل إلى التطور التقني هذا لا والبداء الببداء القوية لا تشوف أنا البداء القوية البداء القوية إحنا ما تهمناه إذا أنت فعلا خلقت في الكويت بما يسمى بالموظف الشامل بما يسمى بالموظف المنافس بمعنى أن أنت قدرت أن تحقق تفوقات في التعليم وفي الدراسات وفي الخبرات وفي التدريب والتطوير أنك فعلا تستطيع هذا الموظف الكويتي تنقله من مكان إلى مكان آخر من الكويت إلى أوروبا إلى أمريكا إلى الصين إلى الهند إلى اليابان ويستطيع أن يبدع ويستطيع أن ينافس الأجنبي في عقر داره ما معنى بمعنى أنه كيف تستطيع الطالب الكويتي ينافس الآخرين الطلب الآخرين في الجامعات في الولايات المتحدة الأمريكية أو في بريطانيا أو في فرنسا أو في أستراليا أو في الصين نفس الشيء يجب أن ينافسه في مقر عمله في الخارج أنا إذا حصلت لهذه الغرض إذا أنا فعلا قدرت أن فعلا أنفذ خطة التنمية وأمشي فيها أكون خلقت كوادر متميزة أقدر أستطيع فيها وبعدين إذا صار أنه فعلا بحاجة إلى النفط نضب فيجب أيضا أن أستثمر في قطاعات أخرى غير قطاعات النفط مثل ما تعمل اليوم مؤسس البترول الكويتية أو دولة الكويت أنها أيضا تشارك أو تشتري أو تمتلك حصص في شركات أتمنى أن السروة النفطية لا تنضب لأنها سروة مهمة جدا ولكني أسأل النهاردة على أوبك يعني مدى تغيرها في قراراتها هل بيحكمها دول كبرى؟ هل بيحكمها مزاجية؟ هل بيحكمها الإنتاج والاحتياط النفطي غير واضح؟ شوف أكيد يعني أكيد إذا كان في السابق كانت تحدث قبل انعقاد مؤتمر أوبك حدوث كانت تحدث ضغوط خارجية على المنظمة وعلى الدول الكبرى المنتجة للنفط لكن في خلال السنتين كل مرتاح ويرى أن أسعار النفط عملية يعني ما سميها عادلة أنا سميها عملية براكتكل اليوم إحنا نرى رغم المضاربة رغم المضاربة اليوم أنا شنو قاعد أتشوف اليوم ما أتشوف أن أوبك هي ملتحكمة في أسعار النفط أنا أتشوف الأسواق والمضاربات هل قاعدة تقود أوبك أوبك ما عندها بس هي ما عندها خيار سوى المضي قدما في هذه الأسعار كويس عمليا الأسعار هذه غير عملية غير ضد أساسيات الصناعة النفطية الحالية لكن الأسواق المضاربة والتفاؤل العام بأن هناك تطور اقتصادي ونمو اقتصادي هذا اللي قاعد يساعد أسعار النفط الوصول إلى معدلات ما فوق الثمانين والخمسة ثمانين دولار نتحدث سريعا الوقت ودهمنا على الاحتياط النفطي ومدى وضوح رؤية المعلومات في القطاع النفطي أنا أعتقد قرار اللجنة المالية اللجنة المالية في مجلس الأمة بربط الإنتاج بمعدلات الاحتياطي النفطي هذه أعتقد خبر سار أنا أعتقد راح تكون الأولى في العالم خصوصا ما بين الدول أوبك أن فعلا الكشف وتأكيد الاحتياطيات النفطية لدولة الكويت ومن ثم ربط الإنتاج بالاحتياط النفطي للكويت كويس عزيزي المشاهد النجاح ليس مستحيل وتجارب الدول الأخرى تؤكد هذا كان معكم اليوم ومعنا ضيفا عزيزا علينا السيد كامل الحرم المحلل النفطي نشكره على ضيافتنا ونلقاكم على خير في الحلقة القادمة إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر